حقيبة حروفي وقصصي القارئ المبتدئ حرف الكاف طب يومكم يا أصدقائي قبل أن نبدأ درس اليوم سنلعب لعبة تساعدنا في الانتباه وتقوية الذهن والتركيز في هذا النشاط عليكم الانتباه واتباع التعليمات حتى تتذكروا الأشياء الموجودة في الغرفة قدر الإمكان انظروا حولكم ماذا يوجد في الغرفة؟ الآن أغمض أعينكم قليلا وحاولوا أن تتذكروا ما رأيتم في الغرفة مرة أخرى افتحوا أعينكم وانظروا حولكم وتأكدوا ما إذا فاتكم أي شيء أغمض أعينكم مرة أخرى وأخبروا ما رأيتم في الغرفة هل تذكرتم عددا أكبر من الأشياء؟ لماذا؟ لقد استعنتم بقوة الانتباه هذه القوة تساعدكم على التركيز لحفظ الأشياء في ذاكرتكم كما تساعدكم على التعلم سنستعين بقوة الانتباه حتى نتعلم درس اليوم هل أنتم جاهزون؟ كيف هو التقص اليوم؟ مشمس بارد حار دافئ قليل الغيوم غائم القراءة الجهرية ماذا ترى في الصورة؟ هل تتذكرون النشاط الذي قمنا به للانتباه والتذكر؟ عليكم التركيز الآن على القصة التي سأقرأها يمكنكم التدرب على مهارة التركيز لتقوية ذهنكم هيا بنا استمعوا جيداً وأجيبوا عن الأسئلة في نهاية القصة مركب كامل عند كامل مركب مركب كامل كبير ركب كامل المركب حول المركب سمك يسبح رمى كامل قطع الكعك في الماء رمى كامل الشبكة في الماء صاد كامل السمك من الماء سمعوا السؤال وأجيبوا ماذا يوجد عند كامل؟ عند كامل مركب أين يسبح السمك؟ يسبح السمك حول المركب كيف صاد كامل السمك؟ صاد كامل السمك بالشبكة ما هو الحرف الأكثر تكراراً في القصة؟ حرف الكاف صرت أعرف كيف أقرأ كلمات فيها حرف ك كعك سمك مركب سأقول كلمات إذا سمعتم حرف الكاف في الكلمة صفقوا مرتين كتاب بحر مركب سمك مركب علبة كعك أحسنتم مشروع الصغير حضروا بطاقة حرف ك رسموا على ورقة سمكة أو كلباً أو كرة واكتبوا حرف ك احتفظوا بالبطاقة في علبة أو كيس لأننا سنصنع في كل مرة بطاقة جديدة لحرف جديد لتكتسبوا مهارات الوعي الفونولوجي سماعياً للحرف كاف، شاهدوا معي فيديو رقم اثنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا